إني صدوق مصلح متردم سم معاداتي وسلمي أسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بيكم في برنامج تعالوا نقرأ معاً هذا الكتاب وإحنا بدأنا في الحلقة اللي فاتت نقرأ مع بعض المبحث التالت عن أدلة صدق الإمام المهدي عليه السلام طبعاً الكتاب اللي بنقرأ هو كتاب السيرة المطهرة وفي الحلقة اللي فاتت كلمنا عن خطورة الاعتماد فقط على تحقق النبوآت واعتبرها هي الحكم على النبي المبعوث من عند الله تعالى وقلنا إن النبوآت بتعتبر من أمور الغيب اللي يعرف الله تعالى وحده كيفية تحقيقها وزمن تحققها والإيمان بالغيب هو جزء من متطلبات الإيمان والإيمان لا قيمة له إلا إذا كان بيعتمد على التفكر وبيقوم على التدبر وعشان كده مش ممكن إن النبوآت اللي بتختص بالغيب تتحقق بشكلها الحرفي الظاهري فلو ده حصل هيؤمن بيها كل الناس الصالح فيهم والطالح والبار منهم والفاجر وبالتالي تبقى الأنباع الغيبية فقدت قيمتها في كونها من متطلبات الإيمان واللي حصل مع كل الأمم اللي رفضت الإيمان بالمبعوث اللي أرساله الله تعالى إليهم هو إنهم اعتمدوا فقط على تحقق النبوآت بالشكل اللي هم تصوروا إنها لازم تتحقق به وفسروها تفسير مادة حرفي حسب معناها الظاهر فلما ما تحققتش النبوآت بالشكل اللي هم تخيلوه في أذهنهم وبالإسلوب اللي هم تصوروه في فكرهم أنكروا مبعوث الله ورفضوا يؤمنوا به وعشان كده ما ينفعش إننا نعتمد بس على النبوآت ونعتبرها هي لوحدها الفايصل والحكم في الموضوع إنما في معايير تانية ودلائل أخرى نقدر نستعملها علشان نعرف صدق أو كذب أي شخص يقول إنه بيتلقى وحي من الله تعالى والدلائل دي دلائل عامة يعني لا تختص بشخص معين ولا بدين معين ولا بقوم معين ولا بظروف معينة إنما هي دلائل عقلية ومنطقية وهي دي اللي لازم نعتمد عليها ولا نكتفي فقط بالاعتماد على النبوآت في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن المعيار الأول من دلائل صدق الأنبياء وهو شهرة صاحب الدعوة بالصدق والصلاح بين الناس طول حياته بين قومه قبل ما يعلن عن دعوة لأن اللي يعيش بين أهله وناسه 30 أو 40 سنة لا يجذب على مخلوق ولا ينطق لسانه إلا الصدق بحيث إنه يشتهر بين الناس ويبقى معروف بينهم بإنه لا ينطق إلا الصدق والحق فمش ممكن شخص زي ده ينقلب في يوم وليلة ويبقى أكبر كذب في الدنيا ويجذب على الخالق ويفتري على الله الكذب ويدعي كذباً إن الله تعالى بيحي إليه ودلوقتي تعالوا بقى نقرأ مع بعض الدليل الثاني من دلائل صدق الأنبياء من المعروف إن سيدنا أحمد الإمام المهدي عليه السلام بدأ يتلقى الوحي من الله تعالى في أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر ولكن زاد نزول الوحي عليه وبقى يأتيه بشكل منتظم ومتصل بعد وفاة والده في سنة 1876 وكان في الوقت ده بلغ أربعين سنة أو واحد واربعين سنة على الوجه التحديد واستمر نزول الوحي عليه لغاية آخر يوم في حياته لما انتقل إلى جوار ربه في 26 مايو أيار سنة 1908 وعلى هذا تبقى فترة نزول الوحي عليه استمرت أكتر من 30 سنة وعلماء المسلمين كلهم اتفعوا واجتمعت كلماتهم وانعقد إجمعهم على إن مصير الشخص اللي يفتري على الله الكذب هو الدمار والهلاك والخيبة والخسران وده حسب وعد الله تعالى اللي ذكره في كتابه العزيز بيقول إيه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كمان بيقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وبيقول كمان على لسان سيدنا موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَهِ ولإزباد صدق رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم ذكر الله تبارك وتعالى وعيدا لكل مفتري كذب يتقوّل على الله أو يدعي كذبا إنه أوحى إليه فقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وهنا بيعدد الله تعالى دلائل صدق التنزيل اللي بيتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيقول ربنا إن التنزيل ده ما هوش كلام شاعر ولا هو كلام كاهن إنما هو تنزيل من رب العالمين والدليل على إنه تنزيل من رب العالمين إنه لو كان الشخص اللي بيعلن للناس نزول الوحي عليه لو كان تقوّل على الله بعض الأقاويل فكذب على الله أو افترع عليه وادعى كذبا نزول الوحي عليه لأخذه الله باليمين يعني كان يخذ بالعقاب الشديد أخذ عزيز مقتدر فينزل عليه عقاب أليم يكشف به كذبه ويفضح سره ويبين افتراه والعقاب ده هو أن الله تعالى يصلّط عليه من يقتله أو يهلكه الله بنفسه يعني يقطع منه الوتين والوتين ده هو الشريان اللي بيحمل الدم إلى القلب وأطعو كناية عن الموت والهلاك وبعدين ربنا بيقول فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني ما فيش حد منكم يقدر يحجز عنه العقاب ده لأن ده هو قدر الله اللي قدره لكل كذاب يفتري على الله الكذاب والله تعالى قدر للمفتري عليه اللي يفتري عليه يعني قدر له عقوبة في الآخرة برضه ولكنه جعل له عقوبة في الدنيا عشان ما فيش حد من ناس ينخرع به أو يصدقه فيكون سبب في ضلال الناس وحيادهم عن الطريق المستقيم ويمكن يحصل لإنسان أنه يغلبه جنون العظمة فيتوهم أنه مش من جنس البشر ويدعي كذباً أنه إله لكن الله تعالى لم يتوعد مثل هذا الإنسان بعقاب مماثل في الدنيا والآخرة بل بيكتفي بعذابه بعذابه في الآخرة فقط طيب اش معنى ده له عذاب في الآخرة فقط لأن دعوة الوحي بتحتمل الصدق والكذب إنما دعوة الألوهية لا تحتمل الصدق أبداً بل هي في ذاتها دليل على كذب الشخص اللي بيدعيها فاللي يصدق إنسان عاجز يدعي لنفسه الألوهية يبقى هو بنفسه المسؤول عن جريمته وعشان كده ذكر الله تعالى إن عقاب مدعي الألوهية حيكون جهنم في الآخرة فقال إيه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أما مدعي الوحي الكاذب فالله تعالى توعده بإن يصلت عليه من يقتله ويقطع دابره أو يهلكه الله تعالى بإنه ينهي حياته بطريقة غير عادية بعد فترة سيارة عشان يظهر كذبه ومحدش ينخدع بدعواه الكاذبة أما إذا كان مدعي الوحي صادق في دعواه وكان الله تعالى هو اللي بيحي إليه فعلا زي ما كان الحال مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى يؤيده وينصره رغم إن العالم كله يقف ضده ويعرضه ويخلفه ويحربه ويحاول بكل وسيلة أنه يقضي عليه لكن تأييد الله تعالى يتنزل عليه وتكلأه رحمته وتحيط حفاظته وتتولى عنايته ومن رحمة الله تعالى إنه ما بينزلش عقابه على مدعي الوحي الكذاب من أول ما ينطأ بالكذب إنما بيمهله بعض الوقت علشان يتوب ويرجع عن كذبه ويعود عن افتراءه فإن فعل فإنه سبحانه هو بيتوب عليه وما بينزلش عليه عقابه زي ما حصل مثلا مع طلاحة بن خوالد الأسدي اللي كان ادعى النبوة زي ما عمل مسلمة الكذاب والأسود العنسي ولكن طلاحة تاب بعد كده عن ادعاء النبوة وحسن إسلامه وكان بيحارب في صفوف المسلمين أما اللي يصر على أنه بيتلقى الوحي من الله تعالى ويستمر في إصراره على ذلك وينشر الوحي المزعوم ده على الناس ويدعوهم للإيمان به ويحذرهم من عقاب الله إن لم يؤمنوا به فإن كان كذاب فالله لا محالة بيوقع عليه عقابه ويصلت عليه من يهلكه ويقضي عليه زي ما حصل مع مسلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح الكاهنة وده هو اللي حصل مع كل اللي ادعوه الوحي كذبا سواء في العصور الأديمة أو الحديثة وإذا منزلش عقاب الله تعالى على الشخص اللي بيدعي تلقي الوحي رغم إصراره واستمراره وتواصله في أعلان الوحي ده على الناس ودعوتهم إليه ومع ذلك فضل على قيد الحياة لمدة طويلة فالعلماء اتفقوا على إن ده يعتبر دليل على صدقه وبرهان أكيد على تأييد الله له تمام زي اللي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فهو أعلن إنه بيتلقى الوحي من الله تعالى وأصر عليه واستشهد بالله تعالى عليه واستمر على إعلان الوحي ده لمدة تقرب من 23 سنة ومع ذلك فلم يصلط الله عليه من يقتله ولم يهلكه سبحانه بعذاب من عنده بل كان بيأيده ويحفظه وفي ذلك أعظم دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم نفس الحكاية أعلن سيدنا أحمد عليه السلام إنه كان بيتلقى الوحي من الله تعالى وتواصل نزول الوحي عليه من منتصف العقد السابع في القرن التاسع عشر واستمر هو يعلن على الملأ الوحي ده لمدة زادت عن 30 سنة زي ما سبق بيانه ومع ذلك وبرغم محاولات أعداءه المتكررة للتخلص منه فلم يصلط الله عليه من يقتله ولم يهلكه سبحانه بعقاب يقضي عليه فجأة أو بعذاب أليم يستأصل حياته أليس في ذلك أعظم دليل على صدقه عليه السلام؟ كما كان ذلك نفسه دليل على صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كان الوحي اللي بتلقاه الإمام المهدي عليه السلام بيحمل في ذاته أدلة صدقه وبيحتوي على براهين نزوله من عند عالم الغيب والشهادة لأنه كان بيحتوي على العديد من النبوآت المتعددة اللي اتحققت أثناء حياته وتحقق البعض منها حتى بعد وفاته كذلك كان كلمات الوحي اللي تلقاها بتحتوي على موعظة وحكمة وتبشير وإنذار ووعد ووعيد للأتباع والأعداء على السواء وكلها كان بتتحقق بشكل يخرج عن تدبير البشر ولا يمكن أن يتحقق إلا بإرادة رب العالمين وكانت عناية الله تعالى دايما بتحيط الإمام المهدي عليه السلام وتولاه الله تعالى بحفظه ورعايته ونجاه من كل سوء وكان سيدنا أحمد عليه السلام آمنا كل الأمن من العقاب اللي قضى سبحانه وتعالى أنه ياخد به كل كذاب مفتري على الله وده أعظم ضليل على صدقه عليه السلام تمام زي ما ذكر الكتاب العزيز برضو أنه دليل على صدق التنزيل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ده كان الدليل الثاني من دلائل صدق الأنبياء تعالوا نقرأ مع بعض بقى الدليل الثالث لقد بعث الله تعالى إلى الدنيا الكتير من الأنبياء وفي كل مرة كان الناس يتلقوا مبعوث الله بالصد والعدوان ويصموه بالكذب والبهتان ويتأمروا عليه علشان يقتلوه أو يخرجوه من المكان لكن الله تعالى كان بيحفظ أنبيائه ويصون رسله ويؤيد مبعوثيه وبعدين ينزل العذاب والعقاب على المخالفين والمعارضين فقد تأمر الناس على سيدنا نوح عليه السلام فهددوه وقالوله إيه زي ما بيقول لنا القرآن لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرج ومين يعني حيرجموه والناس في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام كانوا عايزين أنتقموا منه فقالوا إيه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين وحاول الناس إنهم يتخلصوا من سيدنا شعيب عليه السلام فقالوله إيه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أليمن ده كان تصرف الناس مع مبعوث السماء زي ما بيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب يعني العقاب نزل على المخالفين والمعارضين مش على هؤلاء الأنبياء الصادقين وبيقول كمان وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولكم حاول الناس أنهم يقتلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأمروا على حياته في مكة وبعدين رحوا يحربوه في المدينة وكان يهود المدينة والمنافقين بيتربصوا به ومع ذلك أوحى إليه سبحانه أنه حيعصمه من الناس وما فيش حد منهم حيقدر يقتلوا فقال له إيه يا أيها الرسول وبلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والعصمة الإلهية دي لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي استمرت طول عمره الشريف واللي تجلت في نجاته من الأتل بإيد أعداءه لهي خير دليل على أنه كان صادق في دعوه وبنفس الطريقة كان الله تعالى بيأيد عبده الإمام المهدي عليه السلام وكان بيحفظه من كيد أعداءه وبشره عن طريق الوحي بأنه حيعصمه من الناس تمام زي ما وعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه والآله وسلم بل إن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده الإمام المهدي والمسيح المعهود عليه السلام بشارات في كلمات تشبه الكلمات اللي وعد بيها رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم بأنه حيعصمه من الناس فقال له ما يلي يرحمك ربك ويعصمك من عنده وإن لم يعصمك الناس يعصمك الله من عنده وإن لم يعصمك أحد من أهل الأرض ده الكلام اللي أوحاه الله للإمام المهدي طبعا بعض المتشككين والمتهكمين يمكن يقولوا إن كل كذاب ودجال ومدعي يقدر يفتري على الله كل ما يصوره له خياله المريض ورأيه السقيم والشخص اللي زيده يقدر يختلص من كتاب الله بعض الآيات اللي أنزلها الله تعالى على رسول الكريم وينسبها إلى نفسه زورا وبهتان آه ممكن ممكن واحد من الكذابين الدجالين يعمل كده لكن إيه اللي يعمله الله تعالى في الشخص الكذاب الدجال ده هل يتركه وشأنه هل يؤيده بنصره ويعزه بعزته ولا ينزل عليه عقابه ويظهر للناس كذبه ويفضح افتراءه ويكشف دجله ويجعله عبرة لكل من يعتبر لقد أعلن سيدنا الإمام المهدي عليه السلام إن الله تعالى حيعصمه من الناس حتى ولو لم يعصمه أحد من أهل الأرض فإيه اللي حصل كذبوا الناس وعرضوه واتهموا بالكفر والخروج من الدين وأصدر علماء السوق من قادة الفرق الإسلامية فتوهم بارتداده عن الدين وأحلوا أتله وأهضروا دمه واعتبروا اغتياله عمل عظيم يودي فاعله الجنة بغير حساب وكانت حياته عليه السلام معرضة لكل الأخطار فكان بعيش في قرية صغيرة ما كانش فيها مركز للشرطة ولا كان فيها جندي واحد لحفظ الأمن والنظام ولا كان فيها أي قوة عسكرية بأي شكل من أشكال ولم يطلب الإمام المهدي أي حماية من السلطة ولا عين حد من أتباعه لحراسته ولا اتخذ أي تدبير عشان توفير الحفاظة والسلامة لشخصه وكان بيروح للمسجد لأداء الصلاوات الخمس مع عامة الناس وكان بيمكس في المسجد بعد الصلاة لمقابلة الزائرين اللي كانوا بيتوافدوا إليه من مختلف الجهات ومن كل مناحي الحياة وكان بيقضي مع الناس وقت طويل عشان يجاوب على أسئلتهم ويوعزهم ويتلوا عليهم آيات ربه ويعلمهم الكتابة والحكمة ومكارم الأخلاق ويجعلهم ربانيين وكان متعود أنه هو قبل الظاهرة يمارس رياضة المشي السريع وكان بيمشي لمسافة أميال عديدة وكتير ما كان بيروح في صحبة بعض أتباعه اللي ما كانوش بينعه حد من الوصول إليه أو الحديث معاه كذلك كان من وقت الآخر بيسافر للمدينة دي أو للمدينة دي ويتنقل من المكان ده للمكان ده وكان معرض خلال كل الأسفار والانتقالات دي لجميع الأخطار اللي بيتعرض لها المسافر بل إنه كان بيتعرض لأخطار أخرى بالنظر إلى حملات العداء الشديد اللي كان بيشنها عليه أعداءه وخصوصاً المولويين والأسوسة وقادة الأرية والهندوس ومع كل هذا فإن الحفاظة الربانية كانت دايماً معاه وكانت العناية الإلهية بتحفظه دايماً وأبداً من كل سوء وحق الله تعالى وعده بإنه سبحانه وتعالى هو فعلاً اللي بيعصمه من الناس فهل ده شأن الله تعالى مع الدجالين والكذبين؟ هل ده تصرف الله تعالى مع اللي بيفتروا على الله الكذب؟ الحفاظة الإلهية دي من الأمور اللي قدرها الله تعالى لأنبياء إلا ما شاء سبحانه والأنبياء دول اتحدق أقوامهم وقالوا لهم إن كل تدبرهم وكل خططهم وكل مؤمراتهم للتخلص منهم حتبوء بالفشل والخسران ولن يتمكن الأعداء من قضاء عن الأنبياء اللي وعد الله بالحفاظ عليه فمثلاً سيدنا نوح عليه السلام قال مخاطباً قومه قال إيه؟ يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه هنا بيعلن نوح عليه السلام إنه لم يتخذ أي إجراء إذا مؤمرات قومه غير إنه هو توكل على الله أما أعداءه بقى فعليهم إنهم يجمعوا أمرهم ويستعينوا بتدابير شركاءهم ولا يكونش أمرهم عليهم غمة إنما يعني ما يختلفوش مع بعض إنما تتفق كلمتهم وتتوحد إرادتهم وبعدين يقضوا بحكمهم ويقرروا هلاكهم وبعدين لا ينظروا ولا يأجلوا تدابيرهم ولا يتركوا له ملجأ أو مهرب وبيبين سبحانه وتعالى إنهم كذبوه فكانت النتيجة إيه؟ إن الله تعالى نجاه من كل تدابيرهم وعصموا من كل سوء وحفظوا من كل شار كذلك وجه الله تبارك وتعالى مثل هذا التحدي إلى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر رسوله بالنصر في الدنيا وفي الآخرة فقال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ وده برضو إلا حصل مع الإمام المهدي عليه السلام فبشروا ربه بتأييده وبإنه حيمزق أعداءه كل ممزق وبإنه حيكون معاه في كل وقت وفي كل حين وحنقتبس فيما يلي بعض الفقرات من الوحي اللي أوحى به الله تعالى إليه فقال له ما يلي إني مهين من أراد إهانتك وإنا كفيناك المستهزئين يا أحمد بارك الله فيك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم وقل إن افطريته فعلي إجرامي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال كمان بشرى لك يا أحمدي أنت مراجي ومعي غرست كرامتك بيدي أكان للناس عجباً قل هو الله عجيب يجتبي من من يشاء من عباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وتلك الأيام نداولها بين الناس وإذا نصر الله المؤمن جعل له الحاسدين وقال كمان الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم قل هذا فضل ربي وإني أجرد نفسي من ضروب الخطاب وإني أحد من المسلمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ويحيي الدين نريد أن ننزل عليك آيات من السماء ونمزق الأعداء كل ممزق حكم الله الرحمن لخليفة الله السلطان والإن الإمام المهدي عليه السلام كان على بينة من ربه وكان على يقين من تأييده ونصره فهو تحد أيضا المخالفين والمعارضين وقال لهم ما تعريبه بيقول إيه أقول للمشايخ والمعارضين وندمائهم نصيحة لله إن السب والشتم ليس من شيمة الشرفاء فإن كانت هذه هي سجيتكم فهذا شأنكم أما إذا كنتم تعتبرونني كاذبا فبإمكانكم أيضا أن تدعوا علي مجتمعين في المساجد أو فرادة وابغوا استئصالي بالتضرع والابتهال فإذا كنت كاذبا فلا بد أن تستجابوا تلك الأدعية التي تقومون بها دوما ولكن تذكروا أنكم لو دعوتم بشدة حتى تجرح ألسنتكم وتخرون ساجدين بالتضرع والابتهال حتى تهترئوا أنوفكم وتتآكل حلقات العيون وتسقط الرموش من كسرة الدموع وتضعف بصارتكم بسبب كسرة البكاء ولو تعرضتم في نهاية المطاف لنوبات الصرع من جراء الضعف الدماغ الشديد وأصبتم بملخلية فلن تقبل تلك الدعوات لأنني بعثت من الله اعلموا أنه لا يموت أحد على الأرض ما لم يكتب له الهلاك في السماء إن روحي تتسم بذلك الصدق الذي نفح به إبراهيم عليه السلام فإن لي مع الله تعالى نسبة إبراهيمية لا أحد يعرف سري سوى الله إن المعارضين عبثا يهلكون أنفسهم إنني لست تلك الشجرة التي يمكن أن تستأصل بيدهم اللهم ارحم هذه الأمة آمين وبعدين بيقول في موضع آخر إنني على يقين تام بأني لن أحتاج أحدا من دون الله حتى أغادر هذه الدنيا فهو الذي سيعصمني من شر كل عدو فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا هو ولي في الدنيا والآخرة وهو نعم المولى ونعم النصير وإنني على يقين تام بأنه سينصرني ولن يضيعني وإن نهضت الدنيا كلها وصارت في معاداتي أسوأ من الوحوش الضارية فمع ذلك سوف يعينني الله وينصرني وإنني لن أدفن في قبري خائبا خاسرا لأن ربي معي في كل خطوة أخطوها وأنا معهم وكمان بيقول لا يعلم أحد ما في قلبي مثل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولو تركني الناس جميعا فإنه تعالى سوف يخلق قوما آخرين يكونون رفقائي إن العدو الغبي يظن أن أمري سوف يفسد بمكائده وخطته وتتفرق الجماعة ولكن ذلك العدو السفيه لا يدري أن ما تقرر في السماء لا تقدر الأرض على محوه إن الأرض والسماء ترجفان أمام ربي إن الله هو ذاك الذي ينزل علي وحيه القدسي ويطلعني على أسرار غيبه ولا إله إلا هو ولا بد أن يهب لهذه الجماعة نموا وازدهارا إلى أن يميز الله الخبيث من الطيب فهل العبارات دي تخرج من أفواه الكذبين؟ وإذا خرجت هل يترك الله هؤلاء الكذبين بدون من يأخذهم بعذاب أليم وينتقم منهم انتقام الجبارين؟ وهل يمكن أن يفيد وجدان المفترين بهذا اليقين؟ طيب وإذا حصل فهل يحقق الله مساعي المفترين ويكتب لهم النصر على أعدائهم ويبارك في دعوتهم وينشر جماعتهم في أنحاء الأرضين؟ ألا إن في ذلك لآيات للمتفكرين وفي ذلك آيات للمؤمنين فهل في ذلك آيات لكم يا حضرات المشاهدين؟ وهل تجدون في هذا إجابة لبعض تساؤلاتكم واعتراضاتكم يا حضرات المخالفين والمعارضين؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان الحق وصدق اليقين وإلى أن نلتقي مرة أخرى لكم مني أفضل الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا